ينضم إلينا عبر أسكايد من الناصرة الدكتور جمال زحلقى رئيس حزب التجمع الوطني الديموقتار دكتور جمال هل يمكن لإتمار بن جفير أن يكون وزيرا للأمن الداخلي الإسرائيلي؟ هذه حكومة عنصرية وطبيعة الحالة العنصريون يفوزون فيها بالمقاعد الوزرية وهو أمي تامر كبير فعلا مرشح لأن يكون وزيرا للأمن الداخلي في إسرائيلي أما بالنسبة لوزارة الأمن وأن سموترج قال بأنه يريد أن يكون وزيرا للأمن فهذا مستحيل والأرجح أن يحتفظ نتنياهو لنفسه بهذه الوزارة بإضافة إلى كونه رئيس للوزراء نتنياهو لا يريد توسيع الحكومة وضم يائير لفيد أو ضم جانس لسبب بسيط جدا وهو أنه يريد تغيير قوانين واتخاذ إجراءات لوقف محاكمته وهما لن يتعاون معه في هذا الأمر أما بين كبير واسموترج وكافة الأحزاب الدينية الحليفة يعني كل أحزاب حليفة نتنياهو هي أحزاب دينية كلها تدعم تغيير جذري في جهاز القضاء الإسرائيلي أولا لجعله أكثر طواعية للسياسيين وثانيا لإنقاذ نتنياهو من محاكمته وتهمة الفساد فهذه الحكومة ستكون حكومة مكونة من أربعة أحزاب هي الشاس وهذه الطراء والصهيونية الدينية والليكن وهي كلها أحزاب دينية تصنف على أنها أحزاب متطرفة ولكن كيف يمكن لهذه الحكومة أن تتعامل دوليا وفي المجتمع الدولي؟ الحقيقة دعنا نكون صريحين من المحتمل طبعا لو كانت هناك ذات عربية فاعلة وكانت هناك قيادة فلسطينية مش قيادات وكان هناك في إرادي فلسطيني فاعلي فهذا سيؤدي بالعالم إلى اتخاذ مواقف ضد الحكومة الإسرائيلية لكن العالم باعتقادي لن يكون كاثوليك أكثر من بابا بمعنى أنه لن يتخذ إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية إجراءات جدية ستكون هناك بعض الإجراءات الحجاجية الصورية لكن الحكومات العالم ستستمر بالتعامل مع حكومة إسرائيل والنغمة التي نسمعها من الولايات المتحدة لأنهم يريدوا أن يقاطعوا بين جدير شخصيا وليس الحكومة كلها ولكن حكومة بهذه الشكل أو بهذه المواصفات هل تكون مقبولة في الداخل الإسرائيلي؟ هذه الحكومة فازت في أغلبية في إسرائيل صحيحة أغلبية بسيطة جدا من ناحية عدد الأصوات التي فاز بها نتنياهو فهي عنده الفرق بينه وبين معرضي بضع عشرات الألاف حوالي 20-30 ألف صوت مش أكثر لكن حيث في المقاعد هو فاز بـ 64 مقعد ولديه قاعدة جمهرية ثابتة وقوية تدعمه طبعا سيكون هناك نقاش في داخل إسرائيل هناك بالمناسبة الأمر الملفت أنه بعد فوز نتنياهو وأحزاب اليمين المتطرف بالحكم بإسرائيل كان هناك بحث سريع بجوجل كم السؤال الأساسي الذي سألوه لإسرائيلين هو إمكانيات الهجرة إلى الخارج ولكن إذا تولت هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة ما يسمى بالوزرات السيادية إلى أي مدى يستطيع نتنياهو أن يكون له ليد العليا؟ نتنياهو ستكون له ليد العليا نتنياهو دعني سياساته كانت في الماضي أنه استعمل هذه الأحزاب لتبرير أنه لا يستطيع أن يتخذ أي موقف فيه ريحة اعتدال كان يقول أنا لا أستطيع مثلا أنا أزيد عدد العمال من الضفة لأن هناك معارضة في الحكومة أنا لا أستطيع أن أمنح الفلسطينيين بعض التسهيلات لأنه هناك بداخل الحكومة معارضة يعني هو يستغل هؤلاء من أجل تمرير سياساته وهو لا يختلف عنهم كثيرا حقيقة لكن الفرق الأساسي بينه هو بينهم وأنه يستعمل لغة أنعم ويلبس أقنعة وهم يعني يتحرقون بلا أقنعة لكن علينا أنه وقد الحمر باعتقادي يعني بغاية الأهمية بينك بير طول حياته يصيح ويصرخ الموت للعرب لكن هو لم يقتل أي عربي اللي قتلوا العرب هم اللي بيقولوا بدنا سلام وبقولوا بدنا جئنا عليكم بالسلام مثل جانس اللي مسؤول عن قتل ألاف ونتانياهو مسؤول عن قتل ألاف وقتل خمسمائة طفل فلسطيني بغزة عام 2014 يعني بالمعنى أنه لما يسمى يصار وسط الإسرائيل يعني هذا وسط إجرامي ولكن لم يكن أنا لدي أقول أنه ممنوع لستعمل بينك بير لطبيع صفحة مجرمي الحرب الإسرائيلية ولكن بن جفيل لم يكن بيدي سلطة قبل ذلك صحيح لكن باعتقادي أنه من الصعب أن يصل إلى السلطة بهذا الشكل هذا وأنه يكون قائد في الجيش الإسرائيل أنا أريد أن أقول أنه يعني هناك محاولات أنه بين كبير متطرف والسيء والأفضل منه فلانا هم مش أفضل بالمرة يعني هذا ما أريد أن أقوله وطبعا سيء ولكن هم ليسوا أقل شوءا كل واحد سيء طريقا هذا بخطابه اليميني المتطرف العنصري الفاشي وهؤلاء بممارساتهم العسكرية الإجرامية العدوانية عندما جاءت الحكومة السابقة بقيادة لفيد كان الحديث على أنها حكومة هشة ولن تستمر طويلاً وتحقق ذلك بالفعل ماذا عن هذه الحكومة بهذه المواصفات؟ اعتقادي بأغلب الأمور حكومة نتنياهو ستكون استمرار لحكومة لفيد وحكومة لفيد كانت استمرار لحكومة نتنياهو التي سبقتها هناك يعني صحيح في منافسة إعلامية وتراشق بالكلام بين الأعزاب الإسرائيلية لكن من حيث السياسات الكبرى هم متفقون يعني ما فيش خلافات كبيرة بينهم انظر ما هي سياستهم بالنسبة للقدس وبالنسبة للإستيطان بكافة القضايا عملياً برفض أي مفاوضات مع الشعب الفلسطيني برفض العودة إلى حدود 67 بالتمسك بمنع عودة اللاجئ كل هذه أمور هي متفق عليها بينهم سريعاً دكتور جمال إذن لا نتوقع جديداً بالنسبة للقضية الفلسطينية مع هذا التشكيل لا إذا جديد للأسوأ طبعاً سيكون هناك بعض المحاولات سيكون هناك لتكتيف الإستيطان أكثر من الماضي سيكون هناك محاولات تلمس بالمسجد الأقصى أكثر من الماضي ستكون هناك محاولات لطرد قيود على الأسرة أكثر من الماضي سيكون هناك ضغط حكومي لاتخاذ إجراءات عسكرية أكثر صرامة لكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عملياً من ناحية عملية بالسنوات الأخيرة هي صاحبة السلطة بكل ما يتعلق بمسائل الأمن الإسرائيلي الأمن الإسرائيلي بالأخص بكل ما يتعلق بفلسطين ولبنان وغيرها الأمر الجديد أيضاً أنه ماذا سيفعل نتنياهو بالملف الإيراني وزير سابق اليوم قال في مقابلة أنه نتنياهو قريب جداً يعني يمكن أن يتخذ قراراً بقصف المرافق النوويين شكراً دكتور جمال زحلقاء رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي كنت معنا من الناصرة